في هذا الفيديو سنتحدث قليلاً عن التسارع العجلة أو التسارع ما يعرف بـ Acceleration ربما تكون معتاداً على هذا المفهوم أو المصطلح أو على الأقل سمعت عنه هنا أو هناك العجلة أو التسارع هي معدل التغير في السرعة بالنسبة للزمن معدل تغير السرعة في زمن معين change in velocity over time ربما تكون أكثر الأمثلة توضيحاً لمفهوم العجلة أو التسارع إذا كنت مهتم بعالم السيارات فإنه كثيراً ما سيعطوك أرقام وقيم خاصة بالعجلة أو التسارع خاصة لسيارات الرياضية في الواقع كل أنواع السيارات إذا نظرت في دليل المستهلك أو ما شابه ستجدهم يخبرونك بشيء على سبيل المثال لو أخذنا سيارة البورش سأحاول هنا أن أجعل الأقام صحيحة لنفرض أن لدينا سيارة بورش 911 سيخبرونك أن البورش 911 يمكننا قياس ذلك يمكنها الانطلاق من سرعة 0 إلى 60 ميلاً لكل ساعة وهي أرقام ليست دقيقة ولكنها قريبة للواقع من سرعة 0 إلى 60 ميلاً لكل ساعة لنقل خلال ثلاثة ثوانين إذن هذا خلال ثلاثة ثوانين ورغم أنهما رسمياً في هذه الحالة قد أعطوك سرعات لأنها مجرد قيم بدون اتجاهات لذلك يمكنك افتراض أنها في نفس الاتجاه فيمكنك القول الانطلاق من سرعة 0 ميلاً لكل ساعة في اتجاه شرق إلى سرعة 60 ميلاً لكل ساعة في نفس الاتجاه وهذا استغرق ثلاثة ثوانين إذن كما أخبرتك أن تعريف العجلة أو التسارع هو معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن لذلك فالعجلة أو التسارع مرة أخرى هي كمية متجهة لا تحتاج فقط معرفة مقدار التغير في السرعة خلال زمن معين لكنك أيضاً تهتم بمعرفة الاتجاه وهذا يبدو منطقياً لأن السرعة نفسها هي كمية متجهة تتعين بمقدار واتجاه إذن ما هي قيمة العجلة أو التسارع هنا؟ وسنفترض هنا أننا نتجه إلى اليمين من صفر إلى ستون ميلاً لكل ساعة إلى اليمين إذن ما هو تغير الحادث في السرعة لكن دعوني أكتبها بطريقة مختلفة حتى تبدو مألوفة لك إذا طلعتها في إحدى الكتب أو المراجع إذن أتغير في السرعة هذا الرمز دلتا يعني أتغير في إذن هذا هو أتغير في change in أتغير في السرعة خلال زمن معين معدلة تغير في السرعة بالنسبة للزمن الصحيح أن مصطلح الزمن كما ذكرت في مقاطع فيديو سابقة هو T المقصود به أتغير في الزمن ولكن يمكننا كتابة الزمن فقط أي T هذه الثلاث ثواني في الحقيقة هي أتغير في الزمن فربما كانت ساعة في يدك عندما نظرت إليها ربما تشير إلى خمس ثواني في بداية الحساب ثم وصلت إلى ثماني ثواني عندما توقف حساب الزمن لذلك في الزمن الفرق بين الزمن سيكون ثلاث ثواني أي أن الزمن T في الحقيقة هو فرق الزمن بثواني إذن ولكن سنتعامل معه كT فقط إذن ما هو تغير في السرعة؟ حيث أن السرعة النهائية هي ستون ميلا لكل ساعة السرعة النهائية ستون ميلا لكل ساعة والسرعة الابتدائية هي صفر ميل لكل ساعة إذن ستون نقص صفر ميل لكل ساعة وما هو الزمن؟ ما هو زمن؟ ما هو زمن المستغلق هنا؟ حسنا الزمن هو أو يمكننا القول التغير في الزمن التغير في الزمن هو ثلاث ثواني ثلاث ثواني وهذا يعطينا عشرون ميل في ساعة لكل ثاني عشرون ميل في ساعة لكل ثاني أدعوني أكتبها لذلك أصبح قيمة البسط الجزء العلوي هو ستون ستون مقصومة على ثلاث تساوي عشرون وتصبح النتيجة تساوي عشرون ولكن وحدة القياس بدلا من أكتبها أم بي إتش سأكتبها ميل لكل ساعة ميل لكل ساعة وهي تماثل تماما ميل في الساعة أي أم بي إتش ولدينا هنا في المقام هنا لدينا هنا في المقام ثواني وذلك يبدو غريبا وسنرى أن وحدة قياس العجلة أو تسارع تبدو غريبة بعض الشيء ولكن إذا أمعنا التفكير سيظهر بعض المنطق في الأمر إذن ميل لكل ساعة ثم ننضيف الثواني بهذا الشكل أو يمكننا كتابتها لكل ثانية هكذا والآن دعونا نفكر في هذا وبعدها يمكننا تحويلها إلى ثواني أو ساعات كما نريد معنى هذا أنه في كل ثانية سيارة البرش تزيد سرعتها بمقدار عشرون ميل لكل ساعة أي تتحرك بعجلة أو تسارع مقدارها عشرون ميل لكل ساعة لكل ثانية ويجب علينا هنا إضافة اتجاه لأننا نتحدث عن اتجاه هذه باتجاه الشرق باتجاه الشرق وهذه باتجاه الشرق وبذلك نضمن أننا نتعامل مع متجهات نعطيها الاتجاه شرقا وبذلك يمكنها في كل ثانية زيادة سرعتها بمقدار عشرون ميل لكل ساعة أتمنى أن أكون جعلت الأمر يبدو أكثر منطقية ميل لكل ساعة إذن لكل ثانية هذا بالضبط ما يعنيه هذا الكلام والآن يمكننا كتابتها بهذه الطريقة وهي نفسها مثل عشرون ميل في الساعة لأنك إذا قسمت كمية ما على الزمن بالثانية هي نفسها حاصل ضرب هذه الكمية في واحد على ثانية إذن تصبح ميل لكل ساعة ضرب ثانية ورغم أن هذا صحيح لكنه يبدو لي أقل بديهية فهي حرفيا لا تعني أنه كل ثانية يحدث زيادة في السرعة بمقدار عشرون ميل لكل ساعة عشرون ميل لكل ساعة زيادة في السرعة لكل ثانية وهذا يبدو منطقيا لي النتيجة هنا عشرون ميل لكل ساعة في الثانية ولكن مرة أخرى هي لا تبدو مستصاخة ويمكننا إصلاح ذلك بتوحيد كل وحدات قياس الزمن المستخدمة رغم أنك لست مضطر لعمل ذلك يمكنك تغيير هذا للتخلص من ربما ساعات في المقام حيث أن أفضل طريقة للتخلص من ساعات في المقام بدربها بشيء يحتوي ساعات في البسط لذا الساعة أو الثواني وهنا الوحدة الأصغر هي ثانية حيث يوجد لدينا ثلاثة آلاف وستمائة ثانية في الساعة الواحدة أو أن ساعة واحدة تساوي ثلاثة آلاف وستمائة أو واحد على ثلاثة آلاف وستمائة من الساعة في الثانية الواحدة كل هذه الطرق مشروعة لتفسير ما كتبناه باللون الارجواني وبعدها نقوم بالضرب لنقوم بتبسيط الأبعاد قليلا الساعة تلغى مع الساعة بعدها يوجد لديك هذا إن هذا سيساوي هذا سيساوي عشرون على ثلاثة آلاف وستمائة إذن عشرون على ثلاثة آلاف وستمائة ميل لكل ثانية في الثانية أو إنك تستطيع القول ميل دعني أكتبها بهذا الشكل ميل لكل ثانية في الثانية أو يمكنك أن تقول ميل لكل ثانية سأفعل ذلك في لون آخر ميل لكل مربع الثانية ميل لكل ثانية ميل لكل مربع الثانية ويمكن اختصارها ببساطة بقسمة المقام والبسطة على عشر والنتيجة هي اثنان على ثلاثمائة وستون أو إنك ستحصل هذا يشابه واحد على مئة وثمانون ميل لكل مربع ثانية لكل مربع ثانية إذن هذا سيكون ميل لكل ثانية تربيع سنقوم باختصارها بهذا ومرة أخرى هذا لا يكون واحد على مئة وثمانون من الميل ضرب كم يساوي يجب أن نقوم بحل ذلك سأعرض لك أولا كيف تحسب التسارع وعطائك معنى بسيط لمفهومه ومرة أخرى وماذا يوجد لديك هنا عندما تواجد لديك مربع الثانية في الأسفل إنها لا تحتاج إلى تفكير عميق لكن يمكن إعادة كتابتها بهذا الشكل واحد على مئة وثمانون ميل لكل ثانية ميل لكل ثانية وبعدها نقوم بالقسمة على ثانية مرة أخرى لكل ثانية أو يمكنك كتابتها على هذا النحو لكل ثانية هذا يمثل القيمة الكلية للبسط هذا يجعل الأمر منطقيا من وجهة نظر مفهوم التسارع واحد على مئة وثمانون ميل لكل ثانية كل ثانية هذه البرج تسعمائة وإحدى عشر تنطلق بواحد على مئة وثمانون ميل لكل ثانية وفي الواقع إنه من الواضح والأسهل لأتعامل بمحدة ميل لكل ثانية هذا يجعل الأمر أكثر منطقية لنا وهناك طريقة أخرى للتصور المفهوم طريقة أخرى للتصوره إذا كنت تقود البرج وكنت تنظر نحو عداد السرعة في البرج وإذا كان تسارع ثابتاً إنه بالواقع ليس تماماً ثابتاً وإذا نظرت إلى عداد السرعة دعونا نرسمها إنها ستكون عشر عشرون ثلاثون أربعون خمسون وستون على الأرجح هذه ليست القراءات التي تبدو في عداد السرعة إنها ستكون على الأرجح أصغر عداد السرعة الأربع سيارات إسطوانية أظن عداد السرعة في البرج سيكون في الجانب الآخر ستون ميل لكل ساعة لكنك ستلاحظ شيئاً التصارع هنا أسرع هذا صحيح عندما تبدأ عداد السرعة سيكون صحيحاً هنا وعندها كل ثانية ستكون أسرع بعشرون ميل لكل ثانية لذا بعد ثانية عداد السرعة سيتحرك لهذا الحد بعد ثانية أخرى عداد السرعة سيتحرك إلى هذا الحد وبعد ثانية أخرى سيتحرك عداد السرعة إلى هذا الحد وخلال الوقت الكل يجب أن تكون جالساً بمقعدك عداد السرعة إلى هذا الحد